افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل فعليات المؤتمر الخامس لجمعية المذيعين الأردنيين بعنوان القدس في الخطاب الإعلامي والسياسي وفي كلمته أشار أبو البصل إلى ضرورة أن تبقى القدس دائما جزءا من الخطاب الإعلامي لافتا إلى أن الوصاية الهاشمية شكلت قوة وحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة بدوره أكد رئيس جمعية المذيعين الأردنيين محمد العضايلة أن هذا المؤتمر يأتي في ظل ضغوطات تمارس على الأردن لقاء مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية وعلى هامش أعمال المؤتمر افتتح أبو البصل معرض الصور الذي يتحدث عن القدس والذي أقامته مدرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الكبير الذي قام وما زال يقوم به الأردن تجاه القدس وتجاه القضية الفلسطينية بشكل عام فقد ارتبط مصير الأردن منذ زمن بعيد بهذه القضية ولا يخفى على أحد أن فلسطين بمفهومها التاريخي كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية حتى وقعت في براث الاحتلال عام 1967 ومن هنا فإن الدور الأردني ممثلا بالقيادة الهاشمية وبالشعب الأردني بكل مكوناته وبجيشه قدم ومازال يقدم الغالي والنفيس في سبيل نصرة هذه القضية ولعلنا هنا ونحن نتحدث عن الإعلام نجدير بالذكر أن نقول أن الإعلام الأردني هو الإعلام الوحيد في العالم الذي ارتبط بالقضية الفلسطينية والقدس تحديدا ارتباطا كبيرا جدا فلا يكاد يغيب الخبر الفلسطيني في يوم من الأيام عن أي وسيلة إعلام أردنية وأغني عن القول أن الإذاعة الأردنية عندما بدأت في عام 1948 بدأت في القدس وكانت تبث نشراتها وبرامجها من القدس ثم انتقلت إلى رمالة ثم إلى جبل حسين في عمان ثم إلى موقعها الحالي وقد سخر الأردن كل إمكاناته الإعلامية ممثلة بالإذاعة ثم بالتلفزيون الأردني في عام 1968 ثم بوكالة الأنباء الأردنية عام 1969 ثم بعد ذلك بالصحف التي صدرت تباعا سواء التي صدرت قبل تأسيس المملكة وأثناء فترة الإمارة أو التي صدرت بعد ذلك وجميع هذه الصحف تقدم الكثير الكثير للقضية الفلسطينية حتى أن بعض الصحف اليومية الأردنية اتخذت من قبة الصخرة شعارا لها وما زال الإعلام الأردني بشقيه الإعلام الرسمي والإعلام الخاص حتى الآن يسخر كل إمكانياته ويخصص أجزاء كبيرة من بثه سواء الإذاعي أو التلفزيوني لقضية القدس وفلسطين بشكل عام ومن هنا لا يمكن إلا لجاحد أن ينكر الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام الأردني تجاه القضية الفلسطينية وتجاه قضية القدس وأحب هنا أن أنُوه أن الأردن ربط مسار الحل النهائي لقضية فلسطين بالقضية الفلسطينية المسار الأردني مربوط بالمسار الفلسطيني هناك اللاجئين والحدود والمياه وغيرها من القضايا التي ارتبط الأردن بفلسطين ارتباطا عضويا وكاملا